بعد إغلاق الصين ثالث أهم مرفأ شحن عالمي بسبب ظهور إصابة كورونا لأحد العاملين منذ أوائل شهر آب الحالي أعلنت الصين اليوم رفع القيود الصحية على المرفأ وأثر إغلاق المرفأ الذي يتعامل مع مليار و 200 مليون طن من البضائع سلبا على حركة النقل اللوجستي فيما قالت الصين إن عودة العمل في المرفأ ستكون تدريجية